هذا أشهد أسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة لفرسان المملكة في سباق رويل وينزر للقدرة للموسم الخامس على التوالي وحرص جلالته الدائم على حضور السباق الذي أسسته مملكة البحرين في هذا المهرجان العريقة وبات يستقطب نخبة من أبطال العالم في رياضة القدرة مشيرا سموه إلى أن حرص جلالة الملك المفدة الدائم على حضور السباق سنويا يؤكد دعم جلالته لمثل هذه السباقات التي تجمع فرسان العالم على أرض وينزر العريقة ودعما لرياضة القدرة في العالم وضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد أن تواجد جلالة الملك المفدة وحرصه على متابعة السباق كان دافعا أمام جميع الفرسان من أجل تقديم أفضل مستوياتهم وعصارة خبراتهم لتحقيق التنافس على اللقب مؤكدا سموه بأن الفريق حقق الأهداف التي شارك من أجلها في سباق وينزر البريطاني وتواجد بمختلف سباقات القدرة إضافة إلى أعداد الفريق للبطولات المقبلة أملا في تحقيق النتائج المشرفة وزيادة حجم الإنجازات للفريق الملكي والعمل على تعزيزها وأكد سموه حرص أفراد الفريق على المشاركة في هذا السباق وبعدد كبير من الفرسان من أجل التواجد وكسب المزيد من الخبرة نظرا لهمية السباق دون البحث عن المراكز المتقدمة وتحقيق التنافس مع نخبة من أبطال العالم في رياضة القدرة وضاف سموه بأن الخطة الفنية التي شارك بها الفريق اجتملت أساسا على المشاركة في السباق بمجموعة من الفرسان لدخول المنافسة أصحاب الخبرة في هذا المجال وفي إطار برنامج العداد للبطولات المقبلة خاصة وأن سباق وينزر يعد أولى المشاركات الخارجية الصيفية هذا الموسم هذا وقد هنأ اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فارس الفريق الملكي للقدرة جعفر ميرزا بتحقيقه للمركز الخامس في السباق وكذا سموه أن الفارس ميرزا يعد من الفرسان المتميزين في الفريق الملكي وتحقيقه للمركز الخامس بل للمركز الخامس جاء نتاجا للجهود التي بدلها وتكاتف عضاء الفريق معه وبرك سموه للفارس علي السباعي ظهوره المتميز وتحقيقه المركز الأول في سباق 80 كم كما هنأ سموه فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيقهم للمراكز الثلاثة الأولى حيث حل الفارس سعيد الخيري في المركز الأول والفارس سعيد المهيري لتحقيقه المركز الثاني والفارس عبد الله المري لتحقيقه المركز الثالث في السباق شفت المنافسة اليوم كانت شديدة المنافسة ما بيننا وبين فرسان الإمارات وفارسة من بلجيكا وفارسة من الأوروغواي يعني كانت الصراحة منافسة جدا طيبة توقعنا هذه الشدية تعرف إذا تشوف من الأول إلينا الخامس بينهم بس ثلاث ثواني تعرف أن المسابقة كانت جدا قوية وسموه الشيخ ناصر مختنعين أجائك عن ما حصل اليوم نعم الحمد لله على كل حال يعني تم استبعاد إحصاني طبعا لصالحة يعني لسلامته صاد يعني عرج بسيط جدا في الريينسبكشن الأحصان هذا بطل إن شاء الله أنه يعود إلى منصات التتويج بذن الله هذا وقاد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة المشارك في مهرجان وينسور البريطاني للفروسية وذلك لمسافة 120 كم بمشاركة فرسان البحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية بالإضافة لفرسان بلجيكا وأسبانيا وفرنسا وبريطانيا كما شهد السباق مشاركة فرسان من إيرلندا والمغرب وبولندا والأرغواي والولايات المتحدة الأمريكية واتات هذه المشاركة للموسم الخامس على التوالي في السباق الذي يقام برعاية من البحرين حيث انطلق أكثر من 60 فارس وفارسة بالمراحل الأربع وجاءت مشاركة البحرين بسبعة من الفرسان في سباق 120 كم وفارس لمسافة 80 كم وقد قيمة المراحل الأولى وصت استعداد كبير للفرسان من مختلف دول العالم خاصة فرسان البحرين الذين حرصوا على تقديم مستوى ثابت ومتقدم وصت منافسة كبيرة مع فرسان دولة الإمارات وأوروبا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد على حرص الفريق الملكي على المشاركة الفاعلة في البطولة وتحقيق النتائج الإيجابية فيها مشيرا سموه إلى أن إقامة سباق القدرة في مهرجان وينزر وتأسيس لهجة ثمرة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لدعم ونشر رياضة القدرة في العالم خاصة وأن المهرجان يحظى بمتابعة كبيرة من قبل جمعا غفير من محبي رياضة الفروسية المحكلة أهلة ونحن إن شاء الله قدها وفرسان الإمارات طبعا هم المرشحين الأقوى ونحن إن شاء الله من بعدهم ولكن نحن إن شاء الله بإرادة الله وأوامره إن شاء الله أن نحن نتوفق بإذن الله وخيرنا طيبة واللي علينا سوينا توفيق تعرف سباقات القدرة عمرك ما تتوقع شاللي بيصير فيها هذه خامس سنة أركب في هذه المنافسة حافظين الأراضي زينا عارفين وضعنا ما عندنا أي خلاف أي مشاكل فيها الأراضي هي صحيح فيها صعوبة فيها شوارع وتعرف اليوم الجو بعد بيكون شوي ممطر مطر ثقيل لكن يعني هذا اللي بيسبب لنا شوي قلق زلق في الأراضي وبعض المشاكل هل يعتقد سباقات شيخ ناصر أنه جاهز أكثر من سلوفاكيا الآن؟ لا لا سلوفاكيا بطوحة عالم دوفيق الواحد يروح نظام يعني النصر أو الشهادة فهني شوي يختلف الوضع يعني خيرنا نبغيها تسابق في السباقات القادمة ما جبنا يعني الخيل على أقصاها ولا جبنا كل خيلنا يعني هي بطولة بوجود جلالة الملك سمو شيخ أحمد الراشد ملكة بريطانيا طبعا نبغي نأدي أداء طيب لكن بعد ترى بطولة العالم غير